مئة عام على ميلاد أيقونة نظلت ضد التمييز العنصري نيلسون مونديلا الزعيم الجنوب إفريقي طالما ارتبط اسمه للعيش معا بسلام دفع ثمن نضاله 27 سنة سجنا واستمر حتى بعد خروجه جامعة الجزائر ثلاثة أحيت مآثرة مادبة بالتنسيق مع سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر وبحضور عديد السفراء هو أحد رموز جنوب إفريقيا والعالم كله نظرا للدور الذي لعبه في النضال من أجل احترام حق الإنسان ومساهمته في التغلب على العنصرية والقهر أتى إلى الجزائر للتدرب ليعود إلى الأرض الوطن ودرب شبابنا على حمل السلاح ومحاربة العنصرية كانت محاضرة قيمة استلهمة منها طلبتنا وكانت لهم عبرة يأخذونها في حياتهم من هذا الرجل العظيم تربط الزعيم الجنوب إفريقي علاقات متينة بالجزائر وقد زارها بعد خروجه من السجن عرفانا للدعم الجزائري لعزل نظام الأبرتايد بجنوب إفريقيا حادثة طرد وفد نظام الأبرتايد العنصري من الجمعية العامة عام 1974 بقيت ترسخة في التاريخ هذا ما خل من ديلا عندما يتذر في الجزائر قال الجزائر جعلتني مني رجل أنه يرى في الجزائر أنه السند الأقوى في العالم لتحرير إفريقيا من النظام العنصري ومن الاستعمار والهيمان الغربي عندما عاد من ديلا بعد ثلاثين سنة من السجن لم ينتقم بل جعل الشعب جنوب إفريقيا شعبا متحدا في بلد واحد بألوان متعددة موقف نيلسون من ديلا في مساندته للشعوب المستعمرة وحقها في تقرير مصيرها تتجلى كذلك في دعمه لقضية الشعب الصحراوي وحقه في التخلص من نير الاستعمار سبق لهم استقبل المنادلين الصحراويين وعبر لهم عن مساند وتأييد واليوم جنوب إفريقيا تعترف بالدولة الصحراوية وتكافح من أجل تصفية الاستعمار منها كآخر يعني مستعمرة في القارة الإفريقية وإن غيب الموت ماندللا إلا أن الذاكرة العالمية لم تستطع نسيانه وما امتلاء هذه القاعة التي حاملت اسمه دليل على رمزيته التاريخية في كفاحه ضد العنصرية والاستعمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر